مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله هنعمل خبوز كتير هو روعة سهل وسريع جدا. هو الافضل لمرضى السكر وضغط الدم ايضا للرجيم. مكونات كتير بسيطة. يلا الروح الوسطى. يمكن طحن الشعير بالمنزل او شراء دقيق الشعير جاهز. هذه الحبوب بدون قشور ويفضل ان تكون مع القشور اذا وجدتم بالسوق. ثلاثة كوب من دقيق الشعير اربعمائة جرام. معلقة صغيرة ملح او حسب الزوق. خميرة معلقة ونصف كبيرة خمسة عشر جرام. بنحركهم مع بعض. سبانخ اربعمائة جرام ممكن اقل او اكتر بعد العصير احنا بناخد الكمية المناسبة لالنه. ماء دافئ واحد كوب. ساوضع جميع المكونات على الشاشة ازا كنتم بحاجة الى التقاط الشاشة. نوضع باقي الكمية السبانخ. نستخدم ثلاثة اكواب الا ربع. ثلاثة اكواب الا ربع. نستخدم دائما نفس الكوب لنفس الوصفة. نخلط مكونات. جيد. فوائد هذا الخبوز هو مفيد لمرضى السكر والضغط. هو مفيد لتعزيز صحة القلب ويحافظ على صحة الامعاء وقصارة الوزن. الزائد. الحماية من حصى المرارة هو غني بمضادات الاكسادة. وتقويات وتعزيز جهاز المناعة وتنظيم ضغط الدم وتحسين الهضم والحماية من هشاشة العزام. وشغلات كثيرة ممكن تقرأه عن السبانخ والشعير. نوضع الخليط بالوعاء ونغطي وننتظر. نغطي الوعاء وننتظر حتى يضعف الحجم ساعة او اكتر او نصف ساعة حسب حرارة المنزل. المهم انه يمكن استخدام اي وعاء. المهم انه يتحمل درجة حرارة الفرن. عند استخدام قالب تاني من المهم عدم ملء القالب وترك النصف فارغا. هيك بعد ما تضاعف الحجم. المدة مش مشكلة. المهم الحجم يتضاعف حسب حرارة المنزل. بنوضع البيض وبنوضع اي نوع من البزور او التوابل. حسب زوجكم هذا هو اختياري. تشغيل الفرن مسبقا من الاعلى والاسفل مئة وسبعين درجة مقاوية. نوضع الخبز بالرف السفلة لمدة تلاتين دقيقة. هذه هي المكونات. نغلق الحرارة حرارة الفرن ونترك الخبز يبرد داخل الفرن والباب يكون مغلق. هيك بعد ما برد داخل الفرن ونقاطع وفرجيكم كيف من الداخل كتير هو روعة وكتير هو مميز. شايفين كيف كتير روعة وصحي جدا جدا. مثل ما انتم شايفين. صراحة كتير هو مميز. مناسب للضيت. هو مشبع جدا وصحي. مناسب لمرضى الضغط ومرضى السكر. انتظروا مني كتير وصفات متل هيك ان شاء الله. وبهمني تكتب لي رأيكم تحت بالتعليقات. في امان الله.